السياحة عصب حقيقي لنبوض أي دولة في العالم وفي دول كتيرة بدأت نهضتها في قطاع السياحة زي اليونان ودول كتيرة في أوروبا فيترى مصر بتعمل إيه علشان توصل للمرحلة دي من سنين طويلة والدولة بتضع قطاع السياحة في مكانة كبيرة وكل الوزرات بتخدم عليها وفي توجيهات من القيادة السياسية لكل الجهات والوزرات المعنية في الدولة بتيسير كل الإمكانيات لخدمة القطاع وتسهيل كل الإمكانيات الموجودة في الدولة لتوفير الخدمات الأساسية لراحة السائحين طيب إيه اللي بتعمله الدولة علشان تزود السائحين اللي بيجوا مصر وزارة السياحة والآثار حاليا شغالة في كل الاتجاهات لزيادة أعداد السائحين اللي جايين مصر خصوصا إننا داخلين على الموسم السياحي الشتوي وهو الموسم اللي مصر تشهد فيه أعلى توافض سياحي على مدار السنة خصوصا إن درجة الحرارة بتكون منخفضة جدا في عدد كبير من دول أوروبا وعلشان كده أغلب الناس هناك بيفضلوا النزول بالدول لدرجة الحرارة فيها بتكون معتدلة ومن الدول المفضلة عند كتير من السائحين مصر وخصوصا الأقصر وأسوان واللي بتكون دافئة جدا في شهور الشتاء حاليا وزارة السياحة والآثار دشنت أكتر من حملة ترويجية في دول قارة أوروبا وعدد من دول قارة أسيا خصوصا الدول اللي الناس فيها بتهتم بسياحة الآثار والسياحة الثقافية والحملات اللي عملتها وزارة السياحة والآثار ركزت على عاملين الأمن والأمان اللي تتمتع بيهم مصر وإنها بعيدة بشكل كامل عن الأحداث اللي موجودة في المنطقة العربية واللي طبعا أثرت على حركة السياحة في كل الدول في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط السياحة كمان أعلنت عن زيادة المقابل المخصص لبرنامج تحفيز الطيران العارض واللي شغالين به من شهر إبريل اللي فات وده عبارة عن رقم بالدولار الدولة بتدفعه لشركات الطيران اللي بيجيب سياح من كل دول العالم وطبعا الرقم متغير وبيختلف من مطار للتاني طيب السياحة متوقعة تحقق كم مليون السنة دي وهل هنقدر نكسل الرقم اللي حقيقته السياحة في 2010 واللي بيعتبر عامل ذروة السياحة المصرية واللي وصل فيه عدد السائحين اللي نزده مصر لـ 14.6 مليون سائح وقطاع السياحة في سنة 2023 قدر يكسل الرقم دوحاء 14.9 مليون سائح والسنة دي فيه عمل كبير على تحقيق 15.2 مليون سائح وحاليا الدولة مركزة في الترويج على دول ألمانيا وروسيا وأوكرانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودول تانية كتير تحياتي لحضراتكم وإلى اللقاء بانكير نض البنوك